بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله نبي الأمين أما بعد أحباب نكونوا معا نحل اختبار الفصل الخامس مادة الرياضيات للصف الثالث الابتداء أجد ناتج الضرب 3 في 6 18 3 في 9 27 4 في 9 36 6 في 4 24 يوقف 45 مصاليا في 9 صفوف كم مصاليا في كل صف شوف التسعة تضربها في كم تأتي 45 في 5 بنقلب القسمة إلى ضرب يبقوا 5 وقف الطلاب خلال حسة الرياضة في صف واحد اعطوا المعلم الأداد التي أتيها بالترتيب 1, 2, 3 1, 2, 3 كم العدد الذي يحصل عليه الطالب الذي يترتيبه 22 3 في 7 21 3 في 7 21 يبقى العدد الذي يأخذ رقم 22 يبقى العدد 1 لأنه لو قررت 1, 2, 3 7 مرات يطلع 21 سبعة طلاب يأخذوا الطالب الذي يأخذ رقم 22 يبقى رقم 1 أحدد النمط يقول العدد 8, 6, 9, 8 ثم أذكر الثلاثة الأعداد الثلاثة القتل يعني نمسح دي الأول نحن نعمل إيه أيوة كده تمام زبط كده ونقعه طيب نلاحظ كده يا أبطال شوف كده أول حاجة اللي 2 زودت عليها 4 بقت 6 بعدين 6 شلت منها 1 بقت 5 ورجعت الثلاثة ورجعت الثاني الخامسة زودت عليها 4 بعد 9 والتسعة شلت منها 1 بعد 8 يبقى أنا المرات هزودها على 4 على 8 هتصير كام 12 وارجع أشيل منها 1 تبقى كام تبقى 11 يبقى 11 بعد بعد الـ 12 نعمل كام 11 لأنها نقص منها 1 وبعدين بقى زود على 11 واحد على 4 أصليب وكام 15 بس أنا هعمل لكم فاصل عشان ايه يبقى لازم هنا كده فاصل ونعمل هنا ايه فاصل يبقى أنا عندي فهمنا القاعدة أول حاجة كانت كام زودت 4 وبعدين هنا نقصت ايه 1 رجعت زودت 4 وبعدين نقصت 1 8 واربعة 12 1 بعد 11 أول تربعة وبعد خمستاش بعدين هتبقى 14 كده وإحنا ماشيين يبقى عرفنا النمط نكمل نطلع شوية عشان نكسب وقت 8 بي 7 8 في 4 32 5 في 9 9 54 5 في 7 35 30 30 3 8 24 8 8 64 7 7 7 40 5 50 5 50 ننزل تحت بيقول لي تقدم أربع طلاب للانتحاق بأربع وظائف مختلفة فإذا كان على كل منهم أن يكتاز خمس اختبارات هم أربع طلاب كل واحدة يكتاز كام خمس اختبارات ليقبل في هذه الوظيفة فما عدد الاختبارات أربعة في خمسة بكام عشرين الاربعات خمسة هتبقى بكام عشرين يارمي متعادل اشترى محمد سبعة قطعة من نوع واحد فإذا دفع اتنين واربعين ريال نشوف كام سبعة في كام باتنين واربعين سبعة في ستة سبعة في ستة سبعة في ستة يدول الضرب مهم جدا 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 يا الطاق نكمل دخل سبع أشخاص مزرعة للطماطم فقاطف 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 كل واحد منهم عددا من الحبات مساويا لتلك المبينة في الصورة عدنها كم حب الطماطم قاطف الأشخاص جميعا بيقول ايه او زل فيهم هما كام شخص واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة دخل سبع أشخاص مزرعة طوان فقاطف كل واحد منهم عدد من الحبات مساويا لتلك المبينة في الصورة عدنها عدد مساوي كم حبة طماطم قطف الأشخاص جميعا يعني هما مساوي للعدد ده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة المفروض يعني يكون قطفهم اثناشر حبة اندخل سبع أشخاص مزرعة قطف كل واحد منهم عدد من الحبات يساوي مساوي اه لتلك يعني كل واحد خد منهم واحدة ستة اللي بقى هنا هنضرب ستة ضرب سبعة ده هما كلهم جمعوا قطفوا دولين اثنين وارمائين إذا كان اثنين في سبعة باربعتاشر باربعة بستة وخمسة يعني اثنين في سبعة باربعتاشر اثنين في اثنين في اثنين في سبعة هيا 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 نفس الأرقام هيا نفس الايه؟ الأرقام لا مش نفس الأرقام اه يبقى اول حاجة نضرب الاربعة في سبعة بكام؟ تمالية وعشرين انا قلت وابعدين ارجع اضربها في كام؟ في اثنين يساوي نضرب اثنين في تمالية بستة عشر ستة ومعايا الواحد هن واثنين في اثنين باربعة وواحد خمس برضو ستة وخمسي تمام يا ابطال بيبقى عندي سبعة باربعة في اثنين هي نفسي اثنين في سبعة باربعة هي نفسها ما تغير شيء نفس الأرقام أنا قلت hidigram alright اختلفت لكن هي نفس الأرقام لأنّ للضرب لا يتغير تغير الارقام لو اضربت اثنين ببعنين بعدين فاربعا , هي هي سبعة في ارقام فى اثنين نفسنا نفسنا وله لا نقول قد انتهينا ولا تنسونا من الله والاشتراك والمعنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته